لا تزال ميليشيات الحوثي تمارس كافة أشكال الانتهاكات في اليمن وخارجه تزرع الألغام وتغذف الهون على القرى والمدن الأهلة بالسكان تقطحم المنازل وتفجر المنشآت الحكومية وأمام كل هذه الانتهاكات البغضة يرسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ملحمة تاريخية هدفها إنقاذ البلاد من السقوط في شرك المخططات الإيرانية على الصعيد العسكري تمكن التحالف من كبح جماح الميليشيات الحوثية وتحقيق نجاحات واسعة وحاسمة يشار إليها بالبنان في تحرير العديد من المناطق والمحافظات وخنق الحوثيين وسد منافذ الدعم والتمويل التي يعتمدون عليها في مخططتهم كما نجح التحالف في فتح ممارسات ميليشية الحوثيين وإقناع العالم بقضية اليمنيين العادلة إضافة إلى ما قدمه على الصعيد الإنساني والإغاثي وبصورة خاصة ما قدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والهلال الأحمر الإماراتي من دعم سخيل لليمنيين وبينما تواصل الميليشيات الحوثية استهدافها المملكة العربية السعودية عبر طائرات المسيرة آخرها كان الهجوم على مطار أبهى الدولية لا يتوقف الدعم الدولي للرياض ومعه دعم الولايات المتحدة التي أكدت أن السعودية شريك أمني مهم وأن واشنطن لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يواصل الحوثيون هجومهم انتهاكات حوثية متواصلة يقابلها حزم سعودي عبر التحالف العربي ودعم أمريكي ودولي تحركات تهدف كلها إلى الوصول إلى تسوية سياسية للنزاع في اليمن البلد الباحث عن سعادته مجددا